عقب لقائها بالمفاوض الأوروبي لشؤون التوسع والسياسة الجوار شتيفان فولي المعارضة الأوكرانية تعتبر القرارات الأخيرة المتخذة من طرف يانوكوفيتش مخيبة للأمهل وتطالب بضرورة التحقيق في أعمال العنف التي طالت المتظاهرين وأدت إلى سقوط قتل فيتالي كليتشكو قال إجراء تعديل وزري لا يكفي المتظاهرين الذين يطالبون بتغيير القوانين لأنهم يحاولون العيش دون ذلك بإمكان الحكومة شراء كل المحاكم لكنها لا تستطيع إرساء العدالة في البلاد أحد أبرز قادة المعارضة أضاف أيضا من الجيد أن يشارك ممثل للاتحاد الأوروبي في المحادثات الجارية بين الحكومة والمعارضة محادثات تتمتع بالمصدقية لكن ما لا أفهمه حتى الآن هو أن الحكومة لا تقبل بأي وسط من العالم الغربية شتيفان فولي كان قد التقى أيضا الرئيس الأوكراني فيكتوريان نوكوفيتش لبحث الوضع المتأزم في أوكرانيا يانوكوفيتش وعد بإدخال تعديلات على حكومته التعديلات التي اعتبرتها المعارضة مخيبة للأمال ترجمة نانسي قنقر